متابعينا السلام عليكم دائما في إطار تغطيتنا الحصرية لمباراة المزنبيق والجزائر هنا بالعاصمة المزنبيقية مابوتو تشرفنا بزيارة سفارة دولة فلسطين أين سننزل ضيوفا لدى سعادة سفير دولة فلسطين هنا بمدينة مابوتو في المزنبيق ستشاهدون معنا هذا اللقاء حصريا على سبورتيم تابعوا معنا إذن سيد عبد الجواد شرفنا بهذا اللقاء إن شاء الله إحنا إلنا شرف فارك الله فيك أهلا وسهلا بالجزائر والجزائر العظيم فلسطين عزيزة علينا كثير والجزائر أيضا عزيزة وفي قلوبنا شكرا جزيلا أهلا وسهلا إذن متابعينا في ضيافة سعادة سفير دولة فلسطين هنا بالمزنبيق أبو محمود شكرا جزيلا على استضافة أهلا وسهلا بكم وأنا سعيد بهذا اللقاء مع أهل الجزائر العظيمة جزائر المليون ونصف المليون شهيد ذات المواقف المبدئية والثابتة مع القضية الفلسطينية أهلا وسهلا بكم بداية نحن هنا لمباراة كورت القدم بين المزنبيق والجزائر في تصفيات كأس العالم ماذا يمثل لكم تواجد الخضر هنا في المابوت وعاصمة البلد؟ يمثل لنا دعم كبير لفلسطين والقضية الفلسطينية لأن أي حدث هام للجزائر هو يعتبر شيء بالنسبة لنا يسعد الشعب الفلسطيني ويعتبره دعما لفلسطين وهو بمثابة الدم في شرايين وسواعد الشعب الفلسطيني الذي يقاوم هذا الاحتلال الغاصب في أرض فلسطين بالحجر وبالمقلاع وبالطلقة وبكل وسائل المقاومة التي شرعتها له الشرعية الدولية وقوانين الدولية بالحديث عن المقاومة الرياضة هي أيضا رسالة للتعبير والتنديد والحديث عن أي قضية القضية الجزائرية مثلا سنوات الستينات أو 58-59-60 منتخب جبهة التحرير هو الذي كان حامل مشعل القضية الجزائرية على المستوى الدولي كيف يمكن للرياضة خاصة كورت القدم أن تقوم بهذا المهام؟ بالتأكيد الرياضة هي اللغة المشتركة بين الشعوب وخاصة فئة الشباب وبالتالي هي تحمل رسالة مهامة جدا لقضايا الأمة وتنقلها عبر تنقلها في الملاعب في مختلف الدول لتعرف بقضية الشعب والجزائر تعودنا منه دائما في مبارياته أن يرفع الصورة الفلسطينية العلم الفلسطيني، الشعار الفلسطيني، الكلمة الفلسطينية وهذا بحد ذاته صورة من صور المقاومة والنضال من أجل فلسطين التي نعلم جيدا بأنها تسكن قلب كل جزائر هذا الشعب العظيم الذي قال ذات يوم نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة مع فلسطين ظالمة أو مظلومة نحن في بلد أيضا عان الكثير المزنبيق الذي استقل سنة 1975 عانك الويلات من الاستعمار البرتغالي غدا ستكون مباراة أو بعد غد مباراة كبيرة جدا بين المزنبيق والجزائر ستشهد رفع الرايات الفلسطينية سواء من الجانب الجزائري وحتى المزنبيقي ماذا يمثل لكم هذا في النضال من أجل تشير بالقضية الفلسطينية هي بمثابة رسالة واضحة وصريحة بأننا نحن معكم يا شعب فلسطين في محنتكم ونحن ندعمكم نرفع معنوياتكم بالحد الأدنى بالكلمة بالهتاف بالتعبير عن التضامن نحن معكم وهذا بالنسبة للشعب الفلسطيني شيء عظيم شيء يساعد في صمودهم ويزيدهم صبرا على معاناتهم التي يعانوها جراء الاحتلال وبالمناسبة المزنبيق من الدول التي لها علاقات تاريخية مع فلسطين وأستغل هذه الفرصة أيضا لأواجه الشكر لحكومة المزنبيق والشعب المزنبيقي لمواقفهم المبدئية والثابتة مع فلسطين حيث أنهم تعودوا دائما في المحافل الدولية أن يصوتوا لصالح القضية الفلسطينية الجزائر والثورة الجزائرية كانت دائما دوما مثالا ومرجعا لكل فلسطيني هل يمكن القول أن مصير فلسطين هو نفس مصير الجزائر لما عانته بعد 122 سنة؟ نحن نستلهم من هذه الثورة الجزائرية الرائعة التي قدمت أكثر من مليون ونصف مليون شهيد نستلهم القدرة على الصمود ونستلهم أيضا الأمل بأننا حتما سيكون مصير فلسطين كما مصير الجزائر دولة مستقلة مرفوع على مقدساتها العلم الفلسطيني بيد كل طفل وزهرة فلسطينية وإن شاء الله بإذن الله سوف نلتقي نحن وإخواننا وأهلنا الأحباء من الجزائر في ربوء القدس نصلي صلاة الحمد والشكر لله الذي سيمنحنا بإذن الله تعالى الحرية والاستقلال والنصر سعادة سفير دولة فلسطين بالموزنبيق شكرا جزيلا على هذه الاستضافة شكرا جزيلا وأنا سعيد بلقائكم ومرحبا بكم في مبوت عاصمة موزنبيق هذه الدولة التي كانت لها باع طويل في النضال ضد الاستعمار وانعكس ذلك على مواقفهم الداعمة لفلسطين دائما شكرا جزيلا